يعقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم اجتماعا بتشكيله الجديد في ضوء انتهاء المدد المنصوص عليها بحكم الدستور والقانون لعضوية مجلس الإدارة بالنسبة لرئيس الهيئة وأربعة من المستشارين أعضاء مجلس الإدارة ويتولى المستشار حزم بدوي نائب رئيس محكمة النقد اعتبارا من اليوم رئاسة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات خلفا للمستشار وليد حمزة نائب رئيس محكمة النقد والرئيس الحالي للهيئة والذي كان قدعينا في شهر يونيو الماضي رئيسا للهيئة استكمانا لمدة رئيس الهيئة الراحل المستشار لشين إبراهيم والمحددة بست سنوات